أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي نجح في سياغة رؤية طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكية إلى مصر والذي يضم نحو أربعين الشركة أمريكية وأوضح مدبولي أن الحكومة أصدرت مؤخرا حوافزا لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعية مؤكدا على دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة